طيب كابتن كابتن حشيش برضو عايز اسأل حضرتك احساس اللاعبة في الوقت ده واحساس الجهاز الفني والايدان يقول اللي موجودين كلهم بيبقى احساسهم عامل ازاي قبل المباراة طبعا بقى اقل من 24 ساعة بص اسلام انا متخان نفسي موجود معهم دلوقتي احنا كلنا نكون لعب كرة وانتخلوا الواحد بيتخان نفسه لو موجود اولا انا موجود في حدث كبير جدا من اكبر اليفنتات اللي موجودة كاس عالم لاندية زي كاس عالم للمنتخبات موجود هنا عشان انا بطل افريقيا مقارة كبيرة جدا جدا مؤسرة في العالم كله لعبتها موجودة في كل اندية العالم ولعبة مؤسرة في كل حتة انا كان عندي مشوار كبير يمكن البطولة دي تعتبر اعتقد اطول بطولة افريقية سلامت وخدنا العبت ازاد من سنة يعني انت سنة بتلعب في بطولة ومرت بمطبط كتيرة في البطولة الى ان خدتها من المنافس التقليدي بتاعك فانت تعبت فترة كبيرة جدا جدا وخدت البطولة اللي كانت غايبة بقالها سنين طويلة عشان تروح كاس عالم لاندية نادي الاهلي الناس كلها دلوقتي عرفاه الاندية المشاركة كلهم عارفينه ان هو نادي كبير واكبر نادي في افريقيا ومن اكبر اندية العالم كل ده لازم احطه في اعتباري وانا قاعد نستني المبارة بكرة اللي انا هقابل فيها اه فريق برضو اه كبير وبالعب على ارضه ايوا اه دايما البدايات مهمة جدا جدا في الانطلاقة ان شاء الله تبقى بازن الله اه يعني اه مباراة كبيرة اعتقد ان اه اه لعبة الاهلي يعني مش هتدخروا جهد مع اه اه فريقتهم اه خلي بالك جانب كبير كمان اسلام اه وجود اه اه الجماهير طبعا دي حاجة طبعا المفروض تحفز اللعيبة اه زيادة تحسسهم ان شاء الله بازن الله هم بيلعبوا على ارضهم نعم اه احنا طبعا مش عايزين طبعا وجود الجماهير ده يأثر تأثير كبير قوي في اللعيبة بحيث ان هم ما يخرجوا عن تركيزهم قوي بقى حماس زايد مزبوط اعتقد من اللعيبة دلوقتي من الخبرات وجود كمان لعيبة كبار في الفرقة زي اه اه وليد سليمان اه زي سعد سمير زي شناوي سواء الموجودين جوه الملعب او بره الملعب وجودهم اه اه مهم جدا جدا طبعا عشان يعني اه اه يدوا خبراتهم من اله خبراتهم ليه اللعيبة اللي الموجودة اه اه اعتقد ان طبعا بازن الله كله هيبقى متحمس نسبة للمسلماني مسلماني طبعا اه اسمه كبير في افريقيا راجل مر بخبرات اه كبيرة جدا سواء على المستوى الافريقي او العالمي من خلال برضو ان هو اه لاعب كاس عالم الاندية قبل كده مع سانداونز طبعا دي بتدي له برضو خبرات في اه اجواء البطولة نفسها وسيستم البطولة ونظام اه البطولة اه اه المطشات كلها دي تعتبر مطشات كؤوس لان هي البدايات عشان تاخد مركز لازم تبتدي من اول مباراة ان شاء الله كل الكلام ده هيبقى موجود اه 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 في اه اه ازهان اللعيبة تنساش برضو وجود اه اه رئيس مجلس دارة النادي الاهلي كابتن الخطيب في وسط اه المجموعة وعلى رأس المجموعة دي اعتقد ان ده كابتن قبل معاك تكمل ان ده من العوامل النفسية لان اعتقد العامل النفسي مهم جدا في مثل هذه البطولات وجربنا قبل كده كابتن خطيب ما سافر معهم الهلال وسافر معهم تونس وكانت سافريات مففقة جدا جدا وفرق مع الفريق من حيث الحماس ما يكون رئيس النادي الاهلي موجود مع البعثة بتديله قوة شفنا الاستقبال الضخم طبعا للعيبة النادي الاهلي في المطار اللي يبقى قدوا عشرين مرة ان شاء الله في المدرجات وبإذن الله ان شاء الله تطلع مباراة كويسة الاهم كمان يا اسلام النتيجة دي عند ربنا والتوفيق بتاع ربنا اهم حاجة الناس اللي عارفين النادي الاهلي كاسم النادي الاهلي انما ما عارفوش امكانيات النادي الاهلي ولعب النادي الاهلي وكرة النادي الاهلي احنا عايزين نمتع الناس بكرا ان شاء الله اللي ما تعرفش النادي الاهلي قلا بالاسم بس لا النادي الاهلي اسم ولعيبة وكيان وطريقة واسلوب وكرة مصرية حلوة ان شاء الله بإذن الله يكون لنا الغلبة يعني